السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكوزين فاميلي كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق سنشارك معكم ان شاء الله الفقاس اللي حضرته بالخميرة البلدية وهذه المرة حضرته اقتصادي جدا يعني بدون لوز وبدون كوكاو يعني استعملت فيه كتقدروا تستعملوا فيه اللي بغيتو اتمنى ان شاء الله تجربوا وتردوا علي الخبار كيف العادة وتفضلوا معي باش تشاهدوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله غدا نحتاجوا هنا ستة ديال البيضات يعني نفس المقادر ديال الفقاس اللي فيتا تشاركت معكم هنا غدا نستعمل كاس ونصف ديال زيت الزيتون كوب ونصف بالنسبة للسكار احنا مولفينو متى يكونش حلو بزاف كنت ندير فقدرت هنا يغير ثلاثة ديال المعالق ديال السكر تقدروا تستعملوا ديال جوز الهند او ديال التمر غير هو ديال التمر كيكون نقص شوية في الحلاوة كنت تديروا القياس هنا عندي واحد ملعقة كبيرة كيف كتشوفوا يعني تقريبا زوج ديال معالق ديال الخميرة البلدية اللي يعني مفعلة يعني يالله كنت زنت لها تطقيقية في الصباح يعني خامرة وهنا بالنسبة للزرائر اللي غدا ندير يعني الحبوب استعملوا الحبوب اللي بغيتوا يعني نسموه باش ما بغيتوا القدر اللي بغيتوا انا استعملت زرائة القرعاء زرائة نوارد شمس زنجلان ونسمتو بالنافع والقرفة هذا باش نسمتو قدروا تنسموه يعني كل مرة وكيفاش كان وجدوه هاد المرة نوجدته عادي طبيعي من غير يعني احتحد الزرائة هادو ممكن تستعملوه كمية كبيرة اهنا نزدت شوية ديال النافع غدا نزيد القرفة وخلون ديالو كيجي سميمر لانا غنديروه بالدقيق الكامل يعني بانو خالة ديالو هناك نحركو مزيان باش يدو بلينا السكر نحاولو نخلطو الخالة مزيان وبما انا يعني ما غداش نخليها تخمر ما غنخليش يعني غدا نوجدو هاد وجدتو البارح في صراحة غي وجدتو هنزت الملحة غي وجدتو صفي ودخلتو ديك ساعة الفران ايه لكنتو غدتخليو حتي يخمرو واحد شوية يعني ممكن بلاش ما تزيدو البيكاربونات انا اليوم غدا نزيد البيكاربونات لانا غدا نخدمو اه يعني فاديك الساعة البيكاربونات كتزيدوها مع البيض غي انا كنت نسيت ذاك شيريش زيتها من بعد انا ثلاثة ديال كيسان ديال تقيق انا عبرت بالكاس الكاس ديال الشاي يعني المجموع استعملت قريبا اه شي خمسة ديال الكيسان بالنسبة الاخوات اللي بغانوا نوريهم الخميرة وخافيت او الرتالكم في الفيديو السابق هي هادي عملوم اليوم هم بدن Quiani انو اليوم ها ما غذا نستعمل الخميرة تستعمل غي شوية ديال بيكاربونات ما غديش نستعمل كيميا كبيرة ديال البيكاربونات لانا درنا الخميرة البلدية والمونة يعني مفاعلة يعني الليها غديتها انا خديت اي واحد المعيلة صغيرة ازدت ليها المعيلة معه مراش ديال البيكاربونات سفيش شوفتو كيفاش كتفاعل معها وغدا نزيدها هاد الفقاس يعني حضرتو بوحد سرعة يعني سبحان الله غير وجدتو صف يدخلتو يطيب بسرعة وخرجتو قطعتو يعني بقى سخون بسرعة يعني ماخدليش بزاف ديال الوقت يعني ممكن تزيدو مزهر ممكن يعا كل مرة وكيفاش كنكو ممكن تحضروه مالح ده باشي نعن شاركو معاكم مالح كيعجبني بزاف انا المالح صافي هنا زدت الكاس الخامس صافي ده بغا ديغنش معها والقوام ديالها خصو يكون مخصكمش تنشفوها بزاف هدا هو القوام اللي كيكون كتجي رطيت بغا ما نبقوش نعجنو فيها بزاف يعني غيك نجمعو صافي يعني اي حاجة لبغيناها تجي مرملة غا ما خصناش نبقاو ندلكو فيها هيك نجمعوها صافي صافي ده بانا غدا نحرب لهم هاد النهار انا ما بغيت لاندهنهم لب بيد لفتشي حاجة يعني خليتو هاكده طبيعي ممكني لبغيتو تدوزهم في زرارة يعني في زنجلان في زرعة الكتان يعني كتغيكت انا غا نوريكم واحد الاكزامبل هاي كتدوزهم زيانة راح كيلسقوا بسرعي لما تحتاجوا تديروا حتى شي حاجة هانتو مهنية درت شوية ديل زرعة الكتان وواحد درتو بزنجلان عفوا هنا لبغيتو تقدروا تطقبو هاكده يلا خفتو لاي يضطر تقليكو وفي الفرن خاصو يكون بارد ما يكونش سخون بارد كندخلو الفقاسي طيب يعني الدرجة دي الحرارة دي الفران تكون هابطة ما تكونش طالعة باش ما يتشققش ليكم بزاف وعلا كنلي العجينة مني تكون مزيانة روخا يتشقق ليكم ما كيتش يعني مني كتقطعو ما كيتفرتج شانتم هادو كن اكد ليكم بانهو سخون باقي يعني ما كنصبر شاهلي باقي سخون ما خليتوش كع برد وقطعتو الوصفة راني ما بدلتهاش فصراحة هي الوصفة اللي كنو نوجدو مني كنا صغارين تقريبا هادو الوصفة هادي كل شي عندو هادو الوصفة الاغلبية الاغلبية كيدير هادو الوصفة على حسب دباب كيلي كيزيد فيه الزبدة إلا بغيتو يجيكم ما بين اللي كيعجبو يكون بين القرمشة وبين الرطوبية كيزيد فيه الزبدة يعني نص زبدة نص دقيقة نص زيت عفون إلا بغيتو يجيكم قرمش كنديرو غي الزيت أنا كندير دب الزيت البلدية مش حالة دي كنا كنديرو الزيت الرومية أنا هالزيت الرومية ما كنشريهاش بالمرة صافي هانتو ما كنتشوفو راني كقطع فيه وهو سخون ودبرا نسخنت الفران قطعتو كامل وسخنت الفران وغدا ندخلو يطيب غي دائما الفرن يكون بارد من اللي تدخلوه المرة اللولة ودرجة دي الحرارة يعني ما تتعداش 140 باش ميت ترتقليكو مش صافي وغدا ندخلو يتحمر ملي كان بغو نحمروه بطبيعة الحال يعني نديروه 160 ولا 170 على حسب الفرن ديالكو حتى باش يتقرمش مزيان يعني موما كيعجبني يكون مقرمل يعني كيكون مرمل لعاده كيجي مرمل وكيجي زوين ولا سدي تعليف وحد سدي pots وبررا في جزاء زجاره كيبقى وحد المدة ٫لطويل هي لما كيرتطابش صافي اشي مرات كان كتر ف tidak المزرار عمل بداخل ام او اللوز لو بتدروا فيه اللوز ان شاء الله نخليليكم إلا تفكرت ال cue Pres helper اللي فيتت شاركت معاكم العمليفات اللي باللوز صافي وبالنسبة لكيف قلت لكم الزرارع الاكترتو الزرارع راح كيجو بزاف بينين يعني كيجو بينين اكتر من دابا صافي دابا مع هاد الحجر الصحي كنحاول ما امكاننا قد يغيب اللي عندي في صراحة ما كان بغيش نخرجون تقدو بزاف بتكشي اللي عندي وولي يعني هاد هي المناسبة باش نقادي ولكن عندكم شي زرارع قدامي لعندكم شي حاجة كل شي نجبدو دابا نستهلكو دابا ونتفادا ونبقاو كل مرة غادي نجايين على الصوق وخليت لكم في اخير الفيديو الصور ديال الفيديو الصابق يعني النهار اللي كنت وجدت في هاد الوصفات كاملين اقسمت لكم خليت لكم الفقاس ببوحدو لانا كانت جاني الفيديو الطويل بزاف تمنى ان شاء الله تجربوه وترضو علي الخبار راح ساهل يعني واقتصادي في نفس الوقت وجاء لديد بزاف تمنى ان شاء الله الفيديو ديال يومين الاعجاب ديالكم وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة